إلى العراق الآن حيث يضيق الخناق على من بقي من مسلح داعش في رقعة صغيرة غربية الموصل ومعها تشتد مقاومتهم للقوات العراقية ومن يدعمها من قوات التحالف الدولي في هذه الحلقة الصغيرة يتخذ مسلحه التنظيم من بقي من المدنيين دروعا بشرية في وجه مهاجميهم القوات العراقية طلبت من المدنيين المحاصرين الفرار لكن ما أن حاول البعض من هؤلاء تلبية الطلب حتى انهالت عليهم قذائف الهاون التي أطلقها مسلح داعش القيادة العراقية منفكت تعد بهزيمة قريبة وساحقة لداعش في الموصل لكن ثمن تلك الهزيمة المرتقبة يبدو فادحا يدفعه أولا وأخيرا مدني الموصل يبدو أن تضييق الخناق على تنظيم داعش فيما تبقى من أحياء الموصل يدفع ثمنه المدنيون مصادر محلية أفدت بسقوط قتلى وعشرة المصابين في هجوم استهدف مدنيين خلال فرارهم من حي زنجيلي إذ يستغل المدنيون تقدم القوات العراقية للفرار عبر المنافذ أو الممرات التي يقال إنها آمنة هجوم داعش على المدنيين جاء إثر مقتل 12 مسلحا من عناصره على يد القوات العراقية خلال محاصرتهم في حي زنجيلي حاليا الداعش قدامنا ما يقارب 150 متر يحاولون يتقدمون علينا بس ما يقدرون نحن نرجحهم بالقنص مالنا وبالرمي والقتال اللي نستمر يعني فيما قالت مصادر عسكرية إن قوة خاصة تمكنت أيضا من السيطرة على أجهزة اتصالات ومعدات للتنظيم في منطقة باب السنجار المدخل الشمالي لمدينة الموصل القديمة آخر معاقل داعش والعقد الأبرز في هذه المعركة فحسب متابعين يعود بطء تقدم القوات العراقية في اتجاه المدينة القديمة لعدة أسباب أهمها تفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين والحفاظ على ما تبقى من البنيات التحتية للمنطقة كما هو الحال بالنسبة لحي شفاء الذي تكثر فيه المستشفيات فيما يعز خبراء عسكريون بطء التقدم في هذه المنطقة إلى الحواجز المفخخة التي إزرعها التنظيم إضافة إلى الحزام الناري من الانتحاريين حول جامع النوري في منطقة الفاروق إذ حسب الخبراء فإن من تبقى من عناصر التنظيم لن يحاولوا الهرب حيث أن معادلة الربح والخسر لم تعد حاضرة في حسابات عناصره الذين باتوا قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت معنا الآن من أربيل رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي راعد الدهلكي أستاذ راعد مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار كما ورد في التقرير واضح أن المدنيين هم من يدفع الثمن الأكثر فداحة في هذه المعارك المستمرة يحاولون الفرار من يحاول أن يهرب منهم يتعرض له مسلحه داعش ومن يبقى أيضا في موقف الخطر من هذا التنظيم ما الذي تفعل الحكومة لتأمين على الأقل ممرات أمنة لمن يريد الخروج وهي دعت الناس للخروج من هذه المراتق المتبقية بعد التقرير لك سيدي الكريم ولمشاهدين هذا المنبر الكريم في بداية الأمر نبارك للقوات الأمنية الانتصارات على أرض الواقع وفي الميدان وفي نينوى والهزيمة والعار والخذلان إلى داعش وإجرام داعش ونسأل الله أنه يكون هذا الشهر الكريم شهر الخلاص من هذه الجرثمة الخبيثة من جسم العراق وجسم المنطقة بالكامل حقيقة اليوم المواطنين يعيشون ما بينهم طرقة داعش وسندان العملية العسكرية وكذلك سندان الوضع الإنساني الصعب الذي يمرون به اليوم أعداد النازحين وصل إلى 500 وما يقارب 850 ألف نازح فقط من كل نينوى وهو أكثر من 620 ألف نازح من الجانب الأيمن وهم في ظروف صعبة جدا ناهيك عن المدنيين المحاصرين من قبل داعش في مناطق التي لم تحرر لحد هذه اللحظة تكلمنا سابقا مع القوات الأمنية يجب أن يكون هناك منفذ ومخرج لمحاربة داعش خارج المنطقة ولكن أعتقد أن القوات الأمنية لديها رأي آخر والقادة الأمنية لديهم رأي آخر اليوم حقيقة مدنيين نينوى يعانون ما يعانون وبشكل كبير دعني أستوقف أكون أستاذ راعد عندما تقول أن السلطات لها رأي آخر رأي آخر مثل ماذا؟ يعني هي من المفروض أن يكون أحد أولوياتها تأمين ممرات آمنة لهؤلاء الذين يسعون للخروج من هذه المنطقة لا سيد الكريم أنا تكلمت أن طلبنا منهم أن يكون المعركة مع داعش سحب داعش إلى خارج المدينة وعدم مطاوقة المدينة بالكامل وخروج منافذ لداعش لمحاربة بالخارج أما بالنسبة للطرق الآمنة فهناك بعض الطرق الآمنة لكن هي آمنة بالنسبة للرأي الأمني من الجانب العراقي أو من الجانب العسكري لكن هو غير آمن من قبل المواطنين المحاصرين من قبل داعش لأن داعش تكون قريبة عليهم وتسهدفهم اليوم بعض المناطق التي حرت اليوم قد اعتقل داعش كثير من وجهاء المناطق المحررة وعزلهم واستخدامهم كدروع بشرية أنا أعتقد أنه الوضع يسوء جدا على المدنيين إن كانوا تحت قبضة داعش وإن كانوا في الوضع الإنساني أفضل من خيمات أيضا وضعهم مأساوي جدا لذلك نحن نعود أن تكون المعركة سريعة جدا لتحرير هؤلاء العوائل وكذلك العمل على توفير لهم المأول والغذاء الكافي أنا أعتقد كما أسلف في تقريرك في البداية بأن هناك صراع على المحاور وهو صراع على الوجود في هذه المناطق وهو صراع ما بين روسيا وما بين أمريكا وما بين بعض الجهات التي تابعة إلى روسيا والبعض الجهات التي تنضم إلى المحور الأمريكي لكن الصراع كان واضح جدا هو الحفاظ على المصالح ووضع القدم على الحجر ونسيان بالكامل وضاع الإنسانية للبشر اليوم الوضع الإنساني صعب جدا هناك تحضيرات كبيرة للتحرير الأراضي لكن هناك تحضيرات خجولة جدا أمام الاستيعاب الوضع الإنساني وتقديم الخدمات للنازحين في هذه الفترة الصعبة والحرجة في حياة أهالي نينوة لماذا التحضيرات خجولة أستاذ رعد؟ كما نعلم جيدا الأمم المتحدة منذ البداية حتى قبل العمليات العسكرية أن تبدأ حذرت من موجة نزوح كبيرة وبالفعل خرج مئات الألاف من سكان المدينة كانت متوقعة المسألة لماذا لم يكن هناك برأيك تحضيرات بمستوى هذه الموجة من النازحين؟ حسب رأي ودرايتي في هذا الموضوع نحن توقعنا أنه يكون عدد النازحين في نينوة وهو مليون ونصف المليون نازح واليوم موصل العدد إلى ما يقارب المليون إذن كانت الدراسة والتوقعات واضحة جدا والدراسة كانت واضحة جدا للجهات المسؤولة لكن هناك تحالف واستنفار أمني كبير للآلة العسكرية لتحرير الأراضي لكن لم نشاهد هذا الاستنفار وهذا التحالف للجانب الإنساني الجميع يعلم أنه عندما تكون هناك معركة يجب أن يكون هناك استحضارات للجانب الإنساني للحفاظ على رواح المواطنين المعركة هي ليست تحرير الحجر بل هي الحفاظ على البشر بالدرجة الأساس لكن ما وجدناه هو الصراع على النفوذ وعلى الوجود وعلى المصالح وتحقيق المصالح على الأرض وكيف تحقق هذه الجهة مصلحة في هذه المنطقة وكيف يكون لها وجود في هذه المنطقة وقد تناسي الوضع الإنساني الأمم المتحدة كانت لديها رؤية بعداد النازحين صحيح لكن وجودها خجول جدا لعدم وجود الدول المانحة لم تقم بواجبها أمام الأموال التي كانت على عاتقها لتبرعاتها أمام النازحين عندما وجدنا في الجانب الأيسر كان وجود الأمم المتحدة بشكل واضح وجيد وداعمة للنازحين بشكل مباشر لكن أمام بالجانب الأيسر فكان وجودها خجول يضاف له وجود الخجول للحكومة العراقية بعدم توفير الأموال الكافية واللازمة لإحتواء أزمة النازحين اليوم يتكلم الحكومة العراقية بعودة النازحين إلى بعض المناطق المحررة صحيح يعود النازحين لكن هل يتعامل كمواطن عائد أم يعامل كمواطن نازح اليوم هو يفتقر إلى كل أبسط مقاومات الحياة إلى البنى التحتية إذن هو يعامل كمواطن نازح لكن لحد هذه اللحظة ونحن في شهر السادس ولم يصرف من الأموال النازحين المقررة في ميزانة 2017 سوى فقط 13 إلى 12% فقط وهذه اندلت على عدم اكتراث للجانب الإنساني أسوة بالجانب الآلة العسكرية والتحرير الأراضي أشرت أستاذ رعد قبل قليل أن هناك جهات معينة تحاول أن تحقق أكبر قدر من المصارح من وراء هذه العمليات العسكرية إلى من تشير تحديدا نحن نعلم من يشارك في هذه العمليات العسكرية هناك القوات العسكرية العراقية وهناك أيضا الحجد الشعبي هل تشير إلى جهة معينة تسعى إلى تحقيق مصالحها وربما يكون ذلك على حساب المدنيين أنا أشكر لكل الجهات التي تعمل على تحقيق مصالحها وتتناسى الوضع الإنساني حتى المحاور الدولية حتى التحالفات الدولية التي اليوم بمسمى محاربة داعش قد تحالفت وقد جات إلى ساحة المعركة في العراق وفي سوريا لتحر الأراضي من داعش تعمل على تحقيق مصالح وتعمل على تحقيق تكون لديها موطع قدم في المستقبل وقد تناست بالكامل كل هذه الجهات قد تناست بالكامل الوضع النازحين ما عدا الجانب العراقي عمل ما يستطيع أن يقدمه للنازحين بمقابل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها كبيرة وأزمة إنسانية كبيرة والوضع الأمني الصعب الذي يمر به استطاعت أن توازن الأمور لبعض الشيء لكن قد تناسى المجتمع الدولي وقد تناسى المجتمع العربي أيضا مسؤولياتهم أمام النازحين في هذه الظروف الصعبة لذلك نحتاج إلى وقفة جادة وحقيقية من الجميع وأن يكون هناك تحالف إنساني لا يختلف عن التحالف العسكري في هذه المعركة التي يمكن أن يكون أمام معركة متوازنة ومتساوية أستاذ راعد في الوقت المتبقي حوالي دهيقة ونصف معنا هل لدينا أي تقديرات عن عدد المدنيين المتبقين الآن نتحدث عن جيب صغير بحسب التقارير بقي في وسط الحي القديم مجمع المستشفيات حي الزنجيل يعني مناطق محدودة هل هناك تقديرات لعدد المدنيين الذين ما زالوا موجودين في هذه المناطق يعني حسب تقديراتنا لأنه لا توجد هناك جهة إحصائية بسبب أن هذه المناطق محاصرة ومسيطرة عليها من داعش لذلك نحن وحسب توقعاتنا بأنه تكون هناك من 300 إلى 400 ألف مواطن في هذه المناطق هم محاصرين ويعيشون مأساة حقيقية لذلك علينا أن نخطي خطوات سريعة جدا لتحرير هذه المناطق وخلاص المواطنين من هذه الجرثوم ومن هذا الإجرام الذي يعانوا بين حين وآخر وبين لحظة وآخرات شكرا جزيلا لك الأستاذ راعد الدهلكي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي كان معنا من أربيل ترجمة نانسي قنقر